السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزاء طالبات وطالبات وأولياء أمور الصف الثاني الإعدادي إن شاء الله متابعين ونكملين مع بعض المنهج من خلال كتب الدراسية المختلفة كتاب جيم، كتاب بايبت، كتاب المعاصر، الفيديوهات موجودة على القناة بإذن الله ناخد مع بعض الوقت إكسرسايز تدريبات أولانج واجه على الجزء الخاص باللغويات للدرسين الثالث والرابع من الوحدة رقم سبعة كتاب بايبت بداية من الصفحة 29 وأول سؤال بيقول تشوز أخطر ذاك ولكت عنصر الإجابة الصحيحة رقم واحد في الإخطيارات لما تروح تنام أو تذهب للنوم ينوء turn your phone off turn off يعني يطفئ بقى اطفئ أو اقفل الايه؟ اقفل التليفون بتاعك turn off يطفئ أو ايه؟ او يغلق اغلق كده التليفون بتاعك عندي قاعدة وين بيجي لي بعدها مضارع بسيط يو جالي معها الفعل في المصدر يبقى دي زمن المضارع البسيط مع الفعل الجامع بيجي لي معها الفعل في المصدر الجملة التانية بقى ياما ويل والمصدر يتكلم عن المستقبل ياما شود والمصدر لإعطاء النصيحة طبعا دي نصيحة دي ايه؟ نصيحة هقول له ايه؟ اقفل الايه؟ التليفون بتاعك turn your phone off بدي له نصيحة يبقى want ولا will ولا شود ولا have طبعا هبقى أصلا بيجيش بعدها ايه؟ مصدر يبقى هقول له you should ينبغي عليك turn your phone off ان انت تقفل التليفون بتاعك يبقى تاني عند قاعدة when أو if بيجي لي بعدها على طول مضارع بسيط والجملة التانية ياما ال when والمصدر ياما للنصيحة شود والمصدر رقم اتنين you should tell a parent ينبغي تل يعني يخبر ينبغي ان تخبر a parent لهم احد ال ايه؟ احد الوالدين ينبغي ان تخبر احد الوالدين or teacher او مدرس if you not at worried about something لو انت قلق او عصبي او متوتر من شيء ما عندي هنا قاعدة if جالي قبلها ايه؟ للنصيحة شود والمصدر والجزء التاني عايزونه مضارع او الجملة اللي بعدها مضارع بسيط مع you الفاعل بتاعي جامع مع الفاعل الجامع لابد ان يأتي الفاعل في المصدر يبقى if you feel وارد لو تشعر بان انت ايه؟ قلق يبقى جالي معها الفاعل في المصدر زامن مضارع ايه؟ بسيط يلا الجملة رقم 3 if she has a head لو هي عندها ايه؟ لو هي عندها هدك لو عندها صداء هدك اللي هي هو صداء شنوقة c a doctor لابد ان تزور الطبيب او تعرض نفسها على الطبيب يبقى عندي هنا قاعدة if جالي بعدها she has مضارع ايه؟ مضارع بسيط والجملة التانية للنصيحة هقول ايه؟ ينبغي ان تعرض نفسها على طبيب او ترى الطبيب يبقى شض والمصدر هو جايب له المصدر هنا يبقى ايه؟ طبعا c هنا المفروض c a doctor المفروض ان هي ترى الطبيب يبقى she شض c a doctor ينبغي ان تعرض نفسها على الايه؟ على الطبيب رقم اربعي نقطة swim in the sea ان انت تعوم او تزبح في الايه؟ في the sea في البحر if it is very cold لو الجو بارد جدا طيب الجو بارد جدا هقوله have to ضرور ان انت تعوم في البحر ولا هات to ولا should ولا shouldn't طيب عندي قاعدة if جالي بعدها it is مضارع بسيط يبقى للنصيحة قبلها باستخدم باستخدم should والمصدر طيب يبقى عندي هقول shouldn't يعني والمصدر هقوله ايه؟ هقوله should swim in the sea يعني ينبغي عليك وضروري كده ان انت تعوم في البحر لو الجو بارد ولا لا ينبغي طبعا لا ينبغي يبقى هنقوله هنا you should لا ينبغي swim in the sea ان انت تعوم في البحر لو الجو بيكون cold لو الجو بيكون بارد او بارد رقم خمسة بيقوله هنا ايه؟ واني نقطة tired tired يعني متعب او مرهك لو انت تكون كده متعب او مرهك you should have a break لازم تاخد راحة جالي بعدها ايه؟ عايزين بعدها مضارع بسيط زمن المضارع البسيط والجملة التانية استخدمنا شهد و المصدر للنصيحة مضارع البسيط مع you you عندي الفاعل بتاعي جامع من فيربطو بي بتاخد ايه؟ بتاخد r يبقى when you are tired لما تكون انت ايه؟ متعب او مرهك عندي السؤال رقم ستة بيقول هنا if you are in the library لو انت بتكون in the library في الايه؟ لو بتكون في the library في المكتبة ينقطة make noise عايز يقول له ايه؟ لو انت في المكتبة هقول له shouldn't لا ينبغي ان تعمل ازعاج ولا shouldn't ينبغي ان تعمل ازعاج لأ طبعا عند قعدة if بعدها ايه؟ you are مضارع بسيط الجملة التانية should او shouldn't للنصيحة هقوله you shouldn't make a noise لا ينبغي عليك ان انت تعمل ايه؟ make a noise يعني يعمل ايه؟ ازعاج يبقى shouldn't رقم 7 بيقول هنا if you want to be healthy لو تريد ان انت تكون healthy healthy يعني بصحة جيدة لو عايز ان انت تكون بصحة جيدة ينقطة healthy food ينبغي عليك ان انت تاكل healthy food اللي هو الطعام الايه؟ لازم تاكل طعام صحي عند قاعدة F جالي بعدها you والمصدر مضارع بسيط الجملة التانية لا اعطاء المصيحة هقوله ايه؟ لو عايز تكون بصحة جيدة you should eat يازم ان انت تاكل طعام صحي you should eat should والمصدر ينبغي ان تتناول او تأكل طعام صحي رقم 8 where should I go يعني هنا اين ينبغي ان اذهب if I.to buy a new car لو حبيب ان ان اشتري سيارة ايه؟ new سيارة جديدة عند قاعدة F جالي قبلها للسؤال عن النصيحة او لطلب النصيحة شد والفاعل والمصدر طيب يبقى رقم 1 كلمة الاستفهام 2 شد رقم 3 الفاعل رقم 4 جو الفاعل في المصدر بعدها ايه؟ عايز المضارع بسيط المضارع البسيط I بتتعامل معاملة الجامع I بيجي معها الفاعل في الايه؟ الفاعل في المصدر يبقى if I want to buy a new car لو احب ان انا اشتري او ارغب ان انا اشتري سيارة جديدة يبقى ايه يجي معها الفاعل في المصدر wanting بمعنى يريد او يرغب رقم 9 you shouldn't stay up stay up يعني يصهر لات يعني متأخر لوقت متأخر لا ينبغي عليك ان انت تصهر لوقت متأخر افيو نقطة جيت up early لو انت المفروض او محتاج ان انت تستايكز مبكرا لو عايز تصحى بدري مبكرا ما تنمشي متأخر يعني ما تصهرش الوقت متأخر يبقى عندي هنا قاعدة ايه قاعدة اف جالي قبلها ايه للنصيحة بعدم فعل شيء shouldn't والمصدر shouldn't stay up late يعني اللي ينبغي عليك انت تصهر لوقت متأخر عندي اف بعدها مضارع بسيط يو الفاعل بتاعي جمع مع الفاعل بجمع في المضارع الايه البسيط لازم يجي للفعل في المصدر يبقى لو انت محتاج ان انت تصحي تصحب دريب الفاعل في المصدر معي وهو need رقم عشرة بيقول لي هنا ايه what not I do if I need to make friends online عايزي يقول هنا ماذا ينبغي علي ان افعل لو انا محتاج ان انا make friends ان انا اكون ايه صدقات ايه المفروض اعمله لو انا عايز ان انا اكون صدقات online عبر الانترنت جيب اسمها ايه what am one not ولا should ولا was اسمها what should I do عندي هنا if قاعدة if جال بعدها ايه معها المصدر مضارع بسيط قبلها لطلب النصيحة كلمة الاستفهام وشده الفاعل والمصدر كلمة الاستفهام ورقم اتنين should رقم ثلاثة الفاعل رقم اربعة الفاعل في المصدر what should I do ماذا ينبغي علي ان افعل رقم حداشر بيقول if you need to stay healthy لو انت محتاج ان انت stay healthy يعني تبقى بصحة جيدة لو تحب كده ان انت تفضل بصحة جيدة ينقط go to the gym لازم تروح الجم عند قاعدة if جال بعدها يقول مصدر مضارع بسيط الجزء التاني بقى للنصيحة هقوله ايه shouldn't ولا shouldn't لا ينبغي عليك ولا ينبغي عليك ان انت تروح للجم من صدد الالعاب الرياضية يبقى you should ينبغي عليك ان انت go to the gym انت تروح للجم بعد كده عندنا صفح التلاتين page 30 بيقوله هنا رقم اتناشر i should read books ينبغي عليك read يعني ينبغي عليك ان انا اقرأ اقرأ كتب if i نقط free time لو انا عندي ايه لو انا عندي free time لو عندي وقت فراغ كده المفروض ان انا اقرأ كتب يبقى عندي هنا قاعدة if جال قبلها للنصيحة should والمصدر يبقى بعدها مضارع بسيط اي بتتعامل معاملة الجمع لازم بيجيلي معاها الفعل في الايه في المصدر يبقى if i have لو انا بيكون ايه عندي وقت ايه وقت فراغ رقم تلاتة if you meet مستر حمدي لو انت ميت يعني يقابل لو انت تقابل مستر حمدي you meet him تل يعني يخبر هيقوله هنا اخبره about the accident عن الايه عن الحادث طبعا عندي هنا قاعدة if جال بعدها مضارع بسيط you ومعها الفعل في المصدر بعد كده ايه هقوله ايه يولو المصدر يشودو المصدر او شودن يبقى you شودن دي الوحيدة اللي عندي تنفع you شودن تلهم لا ينبغي ان تخبره about the accident عن الحادث يبقى اول حاجة مضارع بسيط بعد كده شود او شودن لاعطاء المصيحة وبعدها الفعل في المصدر بعد كده بقى نشوفت الجزء بتاع تصحيح الخطأ بيقولي هنا ايه السؤال رقم واحد بيقولي هنا في تصحيح الخطأ بيجيب لكلمة كده بين القصين ببدأ ان انا ايه ببدأ ان انا اكتبها بالشكل الصحيح والشكل المزبوط لو نريد او نرغب ان يعني يتوقف ان نتوقف عن اللي هو تغير المناخ لو احنا كده عايزين نوقف لو احنا عايزين نوقف تغير المناخ نوقف كده تغير المناخ وشود ينبغي علينا نوقف اللي هو قطعة او ازالة الاشجار عايز يقول هنا لنبغى علينا ان احنا نتوقف عن ازالة الاشجار عندي بعد شط لابد ان يأتي الفعل في المصدر هرجع الفعل الاصل ومصدره وكان مضاعف للبي وضايف للإي والدي يبقى المصدر بتاعه وهو ايه وهو يجب ان نتوقف عن ازالة الاشجار رقم اتنين ينقى او لما تشعر يعني بورد انت تكون شعر بالملل عندي هنا قاعدة عندي خدت معها مضارع بسيط قبلها ايه قبلها شط والمصدر يبقى ينبغى عليك ان انت تأتي يعني يقيم تأتي وتقيم معي لما تشعر بالملل اما تكون هنا بورد يعني شعر بالملل يبقى ايه ايه طبعا لنصيحة وهو شط شط هو اجيب لي هنا المصدر رقم ثلاثة بيقول لي هنا ان انت تعمل وجه بتاعك المنزلي ان انت يعني يعتذر المفروض ان انت تعتذر للمدرس بتاعك عندي هنا قاعدة عايزين بعدها ايه عايزين بعدها زمن مضارع بسيط يو مفرد ولا جامع يو جامع عايزين معها ايه بنفيف ايه بنفيف ايه في زمن المضارع البسيط طبعا في الاسبات بيجي الفعل في المصدر وفي النفي بنفي بدون المصدر يبقى هنكتب هنا هو طبعا جيب لي المصدر عندي هنا سؤال رقم اربعة لو يكون عندك ماتش هومورك واجب كده منزلي كتير ينقط فنش ات فارس لازم ان انت تنهي وتخلص الواجب بتاعك ده فارس يعني اولا اول حاج كده لازم تخلص الواجب لوراك عند قاعدة وين كلي بعدها يوض مصدر مضارع بسيط لإعطاء بقى النصيحة هقوله ايه هقوله شودن لو عندك واجب كتير لا ينبغي ان انت تنهيه اولا لا طبعا ينبغي ان انت تنهي هذا الواجب اولا يبقى بدل شودن من فيه هتبقى شودة ينبغي رقم خمسة يوشود ينبغي اس كيرفول كيرفول يعني حريص او حازر حريص او ايه او حازر وين يو يوز ذي انترنت لما تستخدم الانترنت عند وين جاري بعدها ايه قد الفاعل وقد المصدر مضارع بسيط قبلها الاعطاء المصيحة شود وبعد شود الايه المصدر بتاع الفاعل المصدر بتاع الفاعل وهو بي بي كيرفول يعني ايه يكون حازر او يكون ايه حريص ينبغي ان تكون حازر او تكون ايه او تكون ايه او تكون حريص. رقم ستة فيو فيل طاير. لو انت تشعر بان انت ايه طاير? لو تشعر بان انت متعب ينقض جوتوبت. تروح تنام. اما اقول لحد انت لو تشعر بان انت متعب. هقول له لا ينبغي ان انت تنام. لا طبعا لازم تروح تنام. يبقى بدل شدد. هنحزف النفي. هتبقى ايه? هتبقى شد. ينبغي عليك ان تذهب ليه النوم. رقم سبعة ونيوهاف انكزام. لو انت عندك امتحان يجب ان انت استرخي. عايزين بقى هنا الفعل فقط في المصدر. بعد المصدر يبقى رقم تمانية. لو انت بقى محتاج ان انت تكون يعني لائق بدنيا. لو عايز كده تكون لائق بدنيا. لازم ان انت تتمرن. يبقى عندي هنا اف بعدها مدورة بسيط يو. جامع ولا مفرد? جامع. طب مع الجامع عايزين ايه? عايزين الفعل في المصدر. المصدر هنشيل الاس وهيبقى ايه? هيبقى هنيد فقط.